السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ملك الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والصلاة والسلام على نبي الأمة وكاشف الغمة حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربه وستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب الكرام حياكم الله جميعا أكمن چنتيك لينكر لأ الله سبحانه وتعالى الحمد لله سيئلنا بغاني رسول الله وصالبا لكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله أكفوا بيناكم اليوم في هذا المسجد المبارك ممثلا عن إخوانكم وأحبابكم في فلسطين أرض المسجد أقصى المبارك وكذلك أرض الأنبياء والشهداء وأرض الصالحين يقول الله تبارك و تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم هذه الآية التي تبين مكانة فلسطين والأقصى المبارك الذي جئت منه بل بارك الله فيما حوله فما بالك ببركتي الأقصى بنفسه الحمد لله لستي فهمون الآية ويسم الله الرحمن الرحيم الآية فيمنا مستوى AL سبحانه وتعالى الذي يجعلها أمضى والمحمن الرحيم سنجذ التنظر أو العلاج الالدي الآية الذي يملك أمضى الإسراء والمعج وما صدق الله عزل آيات ini menjelaskan kepada kita akan bagaimana keistimewaan daripada negara palestina ini pada jamah segera dan bahkan Allah SWT mengatakan di dalam ayatnya sesungguhnya di sekitar daripada masjid al-aksa ada keberkahan di dalamnya tidaklah Allah SWT mengatakan suatu firman di dalam firmannya mencari ada fa'ilah di dalamnya ada kemuliaan di dalamnya dan inilah Allah SWT menemukan di dalam surat Isra tentang kemuliaan daripada dan bahkan Allah SWT فكما meyaz Allah Ramadhan هذا الشهر المبارك وجعله مميزاً عن baqi الأشهر فإن الله meyaz البلاد عن بعضها وجعل البلاد هذه فيها بركة أكثر من هذه وتلك أكثر من تلك فجعل من بين البلاد المباركة والتي سماها في القرآن خمس تسميات منها الأرض المباركة ومنها الأرض المقدسة ومنها الأرض التي باركنا فيها هذا يدل على بركة ودلالة مكانة فلسطين إن الله تعبارك واتمع إن الله تعبارك واتباً جيب برحتم أمرت الأرض المباركة في هذا المباركة من أموال المبدان كذلك أمرت الأرض المباركة ترجمة نانسي قنقر ينبغي أن يعلم أن فلسطين الآن والأقصى الحبيب تحت الأسر واليهود المجرمون الذين قتلوا أنبياء الله وساموا أنبياء الله سوء العذاب هم اليوم من يعذبون الأقصى وأهل فلسطين وأهل بيت المقدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا المسجد اليوم يحارب فيه المسلمون في سحاته نانسي قنقر 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 أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد على الحق خطاكم اللهم آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في المكاسب عني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته